السلام عليكم النهاردة معنا الدرس التالت في الميبل خلال محاضرة النهاردة هنتكلم على vector والmatrix operations علشان نكتب vector في البروجرام بتاعنا اول حاجة هنحط hash بعد كده نكتب symbolic vector vector ممكن يتعرف باكتر من طريقة ممكن مثلا نقول ان عندنا في variable اسمه v وبعد كده نقول دوت بيساوي نحط الاتنين colon بعد كده بيساوي ونكتب vector نفتح course وبعد كده هنقول vector ده فيه كام element فمسلا هنقول ان فيه تلاتة وهنطيله symbol مثلا نقول symbol equal e فمعنى كده ان ال v دي بقى بتساوي e1 e2 e3 ازا دوسنا enter فهتلاقي قالك ان ال v بتساوي e1 e2 e3 او ممكن تعرف في vector ان انت تقول مثلا v equal vector بعد كده تفتح course وتقفل course وتفتح bracket وتقفل bracket وهتختار السيمبل دوت underscore n وبعد للاي هنكتب مسلا e وبعد كده بدل الان مسلا هنكتب ونفس القصة هناخد الكلام ده كله control c بعد كده هنحط control v control v وبدل الواحد ديت هنخليها اتنين وديت هنخليها تلاتة وندوس enter فهتلاقي يسمى لك قالك v equal e1 e2 e3 او ممكن مسلا تقول ان v equal وتيجي على matrix وتعمل choose three by one وتقول مسلا zero fill وبعد كده تعمل insert فهتلاقي هو حطيلك تلات سفار ممكن تاخد e underscore one او تجيبها من هنا من a underscore n وتكتبها e underscore one وتحط هنا e one وهنا e two وهنا e three وتدوس enter هتلاقي طبعلك vector بتاعك طب فلنفترض ان vector دوت انت عايز تجيب transpose بتاعه بدل ما هو column vector عايز تخليه row vector فعلشان نعمل الكصة ديت هنيجي على السطر اللي بعده نكتب hash بعد كده transpose matrix وهنيجي على السطر اللي بعده ونكتب with نفتح ونقفل ونكتب وهي كلمة واحدة ما فيش مسافة ما بينها ونقفل ونحط double colon وندوس enter وبعد كده هنفترض ان عندنا فيه variable مثلا اسمه VT وهنقول ان دي بتساوي transpose نفتح ونقفل ونقول V بتاعتنا اللي هنا ندوس enter فهتلاقيه بدل ما هو كان column vector بقى row vector خليني مسلا نفترض ان انا عندي vector ال vector ده اسمه n وكل القيم اللي جواها سبعات فعلشان نكتب vector زي كده هنقول مسلا ان عندنا n بعد كده نقول ونقول vector نفتح كوس ونقف الكوس بعد كده هنقول عدد العناصر اللي موجودة في vector فهي اربع عناصر فممكن نقول one وبعد كده نحط نقطتين ونقول مسلا اربعة فمعنى كده هيمشي من القيمة الاولى لحد الرابعة وهيحط جوا كل قيمة فيها سبعة مثلا نزدوسنا enter فهتلاقيه قالك ان فيه اربع عناصر كل عنصر منهم موجود فيه سبعة او ممكن تعرف الفيكتور على انه مسلا row vector فتقول كده مثلا m equal vector اكي تفتح براكت وتقفل براكت تقول هل هو column ولا هل هو row فهنكتب row اكي نفتح كوس ونقف الكوس ونحط جواه القيم بتاعتنا نفتح اتنين براكت ونقول مسلا one two three وندوس enter فهتلاقيه قالك ان عندك row vector في one two three هي هي ازا اخدنا نفس القيمة وبدل row كتبنا column فهتلاقيه قالك ال one two three بقى column vector طب عايزين نحط القيم ديت في matrix وتكون القيم دي كلها في diagonal فعلشان نعمل كده هنكتب hash بعد كده هنقول matrix diagonal وبعدين زي vector هنكتب ايه مسلا equal equal بعد الفيكتور هنكتب matrix وهنفتح كوس ونقف الكوس وهنحط فيه الاول dimension بتاع matrix بتاعتنا dimension بتاع ال rose والdimension بتاع الكولومز فهنقول one نقطتين four دي معناها ايه ان دي dimension بتاع ال rose بتاعتك وبعد كده كومة one الى four مسلا دي معناها ان هي تبقى square matrix dimension بتاع الكولومز وبعد كده هنقول كومة m بعد كده هنقول ان ال shape equal احنا عايزينها diagonal ازا بصينا عندنا هنلاقي ان ال m دي اصلا كان فيها تلات قيم والmatrix اللي احنا عاملينها اربعة فاربعة فمعنى كده ان ال diagonal الاخير هيبقى جواه سفر فقال لك one two three واخر diagonal عندك حطيلك فيه zero ازا حايف تكتب matrix ويكون كل ال diagonal اللي فيه وحايت فممكن تاخد الماتريكس دي كلها control c ونشيل ال m مش محتاجينها دلوقتي وبعد كده بدل diagonal هنكتب identity ازا دوسنا enter فتلاقيه جاب لك matrix ال diagonal بتاعه كله وحايت اما زا حايف تكتب element طبا element جوا الماتريكس فممكن تكتب زي كده تقول مثلا عندنا فيه بريب والاسمه a b وتقول ده بيساوي ونكتب matrix وهنفتح قوس ونقفل قوس وهنفتح اتنين براكت بعد كده هنفتح اول اتنين براكت لأول row وهنقول مثلا ده فيه p و b و b بعد كده هنقول كومة بعد كده هنقول عناصر الفيكتور التاني بعد كده هنقول كومة وهنحط براكت تاني ونقول عناصر ال row الاخير ازا دوسنا enter فهتلاقيه طبعلك الماتريكس اللي قدامك زي كده طب خليني مسلا نفترض ان انا عندي matrix الماتريكس دي تسمع k ودي جواها تلات صفوف وتلات اعمدة وفيها سيمبل اسمه k small فهتلاقيها هيكتبها لك بالطريقة ديت k one one k one two k one three لحد النهاية والماتريكس دي انا عايز اجيب المحدد بتاعها فممكن اقول هاش بعد كده وندوس enter وبعد كده هنعرف ان عندنا مسلا في بارياب والاسمه k underscore d e t ونقول ده بيزاوي بتاع الك نفتح كوس ونقف الكوس ونقول k وندوس enter فهتلاقيه رجعلك القيمة ديت دي كده قيمة المحدد بتاع الماتريكس دوت طيب ازا عندي مسلا matrix اسمها m one وmatريكس اسمها m two وعايزين نجيب بجموعة الاتنين matrices ديت مع بعض فممكن نقول matrix ونفتح كوس ونقف الكوس بعد كده نقول m one plus m two وندوس enter فهتلاقيه جمعلك element by element في الماتريكس ديت مع element by element في الماتريكس التانية هي هي برضو ازا قولت m one plus m two ودوس enter فهيجمعلك برضو element by element في الماتريكس دي مع element by element في الماتريكس التانية طيب ازا عندك matrix زي كده وعايز تجيب inverse بتاعها فكل اللي هتعمله هتقول matrix inverse بعد كده تفتح كوس وتقفل كوس وتكتب m وندوس enter فهتلاقيه هتطلعها لك زي ما انت شايف ازا عندنا الماتريكس ديت m one وحبين نضرب الماتريكس ديت في بعضها فممكن نقول مسلا عندنا فيه variable والاسمه f والف دوت بيساوي multiply بعد كده نقول m one و m one وندوس enter فهيطلع لك نتيجة ضرب m one في نفسها اما بقى علشان نجيب eigen vectors مثلا لماتريكس فهنفترض ان انا عندي matrix اسمها m والmatريكس ديت فيها الصف الاولاني one two one بعد كده الصف التاني six negative one و zero بعد كده الصف التالت negative one و negative two و negative one هندوس enter فهتلاقيه قالك الماتريكس دي عشان نجيب eigen vectors كل اللي هنعمله هنكتب linear algebra وهنفتح اتنين bracket نكتب جواهم eigen vectors وبعد كده بعد ال bracket هنفتح cos ونقف الكوس ونكتب جوا m اسم الماتريكس بساعتنا وهندوس enter فهتلاقيه يطلع لك ال eigen vectors بتاعتك ازا حابب تعرف matrix ان كل ال elements اللي جواها عبارة عن random elements فممكن تقول مثلا m equal random matrix وتفتح cos وطيف الكوس وتقول الابعاد بتاعتها فمسلا هنفترض ان هي square فهنحط جواها رقم واحد اللي هو اربعة وهندوس enter فهتلاقيه يطلع لك ارقام random زي ما انت شايف دلوقتي عايزين نشوف ازاي نجيب norm one, norm two, and norm infinity مثلا فهنفترض ان عندنا فيه v ودي بتساوي نفتح cos ونقفل cos ونفتح ونقفل براكت ونقفل براكت ونقل one nine seven وندوس enter علشان نجيب النورمال الاول فهنقل نور وهنفتح cos نقول اسم ال variable بتاعنا اللي هو ال v وبعد كده ندوس enter فهيتطلع لك النورمال الاول اللي هو مجموعة عناصر الفيكتور وعلشان نجيب النورم two فهنقل نورم وبعد كده نفتح cos ونقفل cos نكتب v واندوس enter فهتلاقي نفس الكلام نور نفتح cos ونقفل cos ونقل v وانفينيتي وندوس enter فهتلاقي قالك اكبر عنصر في الفيكتور بتاعك والانفينيتي دي موجودة في ازا عندنا زي دية فممكن نجيب النورمال الاول لها فهنقل نور بعد كده وندوس enter فقال لك تمانية او ممكن نجيب النورم التاني ليها ونقل نورم ام و تو وبعد كده ندوس enter فقال لك سري سكوير روتوف eleven وبكده نكون ادينا overview عن ازاي نعرف فيكتور وماتريكس في الميبل وازاي نعمل بعض العمليات البسيطة ومع السلامة اشتركوا في القناة